اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهد له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعاه وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد عباد الله جاء وابسة بن معبد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فقال له صلوات ربي وسلامه عليه أخبرك ما جئت تسألني عنه هل أخبرك ما تريد أن تسأل عنه فقال نعم يا رسول الله قال جئت تسأل عن البر والإثم عن البر والإثم البر مطمئن إليه القلب أو مطمئنت إليه النفس والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك وفي حديث النواس بن سمعان رضوان الله عليه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في النفس وتردد في القلب وخشيت أن يطلع عليه الناس هذا الحديث لأصحاب الفطر السليمة لأصحاب القلوب الحية لأصحاب الإيمان وأهل الإيمان فمن كان مؤمنا ومن كان قلبه حيا ومن كانت فطرته سليمة فلو أفتاه الناس وأفتوه ولكن حاك الأمر في صدره وتردد في قلبه فإنه يتركه لله سبحانه وتعالى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك دع الأمر الذي تشك فيه إلى الأمر الذي لا تشك فيه وهذا يحدث عباد الله عند الكثير من الناس لما يريد أن يفعل شيئا أو أن يقول شيئا ويتردد فيه فواجبه أولا أن يسأل العلماء أن يسأل العلماء أن يسأل المفتين الذين يوثق بدينهم وبأمانتهم في الدين والمفت يوقع عن رب العالمين المفت يوقع عن رب العالمين وعليه أن يتقن لها سبحانه وتعالى في ذلك فالعبد أولا يسأل المفتين يسأل العلماء فإذا أفتاه العلماء بأمور مختلفة وإذا تردد الأمر في قلبه وكان من أهل الإخلاص والصدق والإيمان أنتم تديدون في زماننا أن الكثير من الناس يعصي الله سبحانه وتعالى بل يجاهر بالمعصية بل يجاهر بالكبيرة ويفتخر بها فهذا ليس المقصود في الحديث وإنما المقصود في الحديث هم أهل الخير وأهل التقوى وأهل الفطر السليمة وأهل الإيمان فإذا أفتاه الناس وتردد الأمر في صدره فليفتي نفسه وليفعل ما يرتاح إليه في قلبه بحيث أن لا يخشى أن يطلع الناس على الذي يقوله أو يفعله وهذا هو أمر ديننا هذا أمر ديننا عباد الله والله سبحانه وتعالى جعل في قلب المؤمن واعظا الله سبحانه وتعالى جعل في قلبنا واعظا إذا كنت من أهل الإسلام من أهل الفطر السليمة من أهل الحق فهناك واعظ في قلبك فإذا أتيت بشيء فتشعر في قلبك أن يقول لك هذا الواعظ الذي في قلبك اتق الله يا عبد الله أما الذي خدر هذا الواعظ أو قتله ولا حول ولا قوة إلا بالله فإنه سيفعل المعاصي كلها وسيظلم الآخرين ولن يلقي لذلك بالا لأن القلب قد مات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يثبتنا على طريق الخير إنه على كل شيء قدير وابسة ابن معبد رضوان الله عليه كانت في محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وابسة كيف تتحدث كيف تتحدث كيف تتحدث وانسر سند areas قال والله البيت سُukه وعه سُislب سأخذ سناح Laسف سنكون سمكتب وعه سنب 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 سيد سنب 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 لن تشاوك أن المتحشل مع أن المتحشل , الان تحديد أن المتحشل أكثر . لكن السوان هو الذي يشنك إليكما فيه Mكتل . ولا تقل معك وكي تسارحكي نحن مهارةقط , لا تريد أن المتحشل أكثر . لا تريد أن المتحشل . أي ان المتتحصة إلا الأفتوف تلك ، وأن من تريد شرائل ويسترض على الواجهة. deshalb liebe Muslime es gibt in einer anderen Überlieferung von An-Nawas er sagte Tugendhaftigkeit ist der gute Charakter oder das beste Benehmen und die Sünde die Sünde ist, dass du im Herzen nicht sicher bist, nicht ruhig bist und du willst nicht, dass die Leute das erfahren viele Leute in unserer Zeit prahlen geben an mit Sünden und mit großen Sünden oder mit schlechten verabscheulichen Sachen ohne dass sie sich Gedanken machen diese Leute werden hier nicht angesprochen sondern die Leute die angesprochen werden im Hadith sind die Leute die richtige Fitra haben die richtigen Iman verinnerlichen Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten Leute, die die Mahnungs Allah subhanahu wa ta'ala im Herzen haben und die dies nicht getötet haben und die ihre Fitra schon behalten haben die können unterscheiden zwischen gut und schlecht jeder von uns bekommt Fragen oder jeder von uns muss Entscheidungen treffen und dann hat er keine Ruhe im Herzen was sollte man hier machen da sollte man Gelehrten fragen aber welche Gelehrten welche Ulema diese die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten die Wissen haben und die das für Allah subhanahu wa ta'ala tun weil der Alem wenn er ein Fatwa gibt wenn er ein Recht Urteil gibt dann unterschreibt er anstatt Allah subhanahu wa ta'ala und er muss Allah subhanahu wa ta'ala fürchten wenn man aber die Ulema gefragt hat und wenn man nach den Beweisen gesucht hat und trotzdem hat man noch Zweifel im Herzen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte und dann lasse das was in dir Zweifel vorruft für das was in dir kein Zweifel vorruft aber wenn die Leute auch dir Fatwa geben und du hast keine Ruhe im Herzen weil du weil du im Herzen nicht ruhig bist du denkst vielleicht ist das nicht richtig dann hier musst du auf dein Herz vertrauen wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fürchtest wenn dein Herz lebendig ist und wenn die Stimme Allah oder wenn wa'idhullah also die Ermahnung Allah subhanahu wa ta'ala in deinem Herzen klar ist nicht dass man sagt nein ich mach Fatwa für mich und was mein Herz sagt dann folge ich aber wenn dein Herz nicht sauber ist oder nicht rein ist und wenn du Allah nicht fürchtest dann wirst du auch falsch entscheiden möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren deshalb liebe Muslim liebe Muslim bevor du etwas tust oder machst sollst du fragen nicht dass du etwas machst und danach fällst du auf deine Nase in Dunia und am letzten Tag in der Hülle möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg Islam festigen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Verzeih vergeben الحمد لله GHON视 أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجب وأنها تصعد فوق الغمام والله سبحانه وتعالى يقول للمظلوم لأنصرنك ولو بعد حين بعض الناس ينسى أنه قبل عشر سنوات أو قبل عشرين سنة ظلم فلانا وأكل حق فلان فلما تأتيه المصيبة يقول أنا ما فعلت شيء وما أتيت بشيء ليش يحدث معي هذا الأمر ليش يحدث معك هذا الأمر تذكر أنك اغتبت تذكر أنك طعمت تذكر أنك أخذت حقوق الآخرين تذكر أنك ظلمت فلانا وأنك لم تؤدي الحق لفلان والآن الحساب فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من الظالمين ويبعدنا عن الظلم والله سبحانه وتعالى وعد المظلوم بالنصر ولو بعد حين فإن لم يكن الأمر في الدنيا فسيكون في الآخرة ونسأل الله سبحانه وتعالى إن كنا قد ظلمنا أن نحاسب في الدنيا وليس أن يترك الحساب للأخير سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى توقف أكثر هذه الفأسه، أنهم أنهم تستطعوا أن نسألهم ثم أنهم نسألهم وهمهم يعني أنهم يسألهم لكن يسألهم أن يمكن أن تزيعهم هذا لكن يسألهم أن الله أجل تكبر الله أجل اسم وإن الله أجل أن يكون وإن الله أجل أن تكبر حجب الله أجل وأ push أهل؟ أهل السابق هذه الفأس التي ذلهم بقية، إنهم يمتحرون الحيوة ويسألون يكون مبقاً أو أنه مخلط مهار مخلط لا 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 هذا هو ليس مخلط إذا كذلك لديك إذن لتعرفة إلى الأخير إذا كان في دنية أو الإخير لأنه يسوى لا يسوى الناس يسوى الهوضة بالخطة للهنة الله سبحانه وتعالى يسوى الهوضة وى الله سبحانه وتعالى قال, وَإِذَّتي, лَاصُใหْسَرَنَّكَ وَلَاُوا بَعْدَحِينُ الله سبحانه وتعاله sagt, 神エ عظيم من أرحل الحكم من أوته سأعطفه ونحن أن أحتاجك أي أن هذا المطابع سأعطف الأول السعب لي بأنك أما ترمت بأنك من أحقوق الأول أن تجب هو لأولئك عدد وقت محر أحياننا سيئة أحيانا يقولون أحيانا أو 20 عام أو 10 اني مناتen oder drei monaten du hast riba gemacht du hast namima gemacht du hast über leute schlecht gesprochen du hast die leute vermutungen vorwürfe gemacht und allahs bata lässt das nicht so alles verzeiht allahs bata von den rechten seine rechten aber wenn du das recht von den anderen weggenommen hast allah verzeiht das nicht bis sie verzeihen deshalb überleg dir lieber muslim was du getan hast und sei sicher dass das bittgebet eines zu unrechtbehandelten ein mazlum das wird zu allahs bata aufsteigen und es gibt kein vorhang zwischen bittgebet eines zu unrechtbehandelten und zwischen allahs bata möge allahs bata auf dem richtigen wechsel an festigen möge allahs bata uns verzeihen und vergeben möge allahs bata von uns annehmen allahum lauf switch that بينine w ounce lauf بين قلوبina allahum rحم na bi rachmetike ya rabbe alโ긴 allahum rحم mortana allahum rحم motana allahum rحم mautana allahum tecabbel cutlana she buena she prawd ya rabbe alalamein allahum rحم putt al muslimi in allahum man surhi al muslimi na fi cul mekanin ya rabbe alalamein fi gazze gewa fi scham fi aرض المغرب وفي المشرقي وفي كل مكان يارب العالمin allahum وحد صف المسلمين اللهم وحد رايتهم يا رب العالمين اللهم اجعلهم قلبا واحدا واجعلهم على يد رجل واحدا اللهم تقبل منا صلاتنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إنك على كل شيء قدير استووا حاذوا بين المناكب والأقدام ولا تتركوا فجة للشيطان سواء لا تختلف فتحرف قلوبكم الكتف بالكتف والكعب بالكعب يستوي الصف شكرا